موسيقى موسيقى الوضع سيصل إلى حالة الإفلاس لماذا؟ لأن الدولة العداد الموظفي الذين تعملون سنويا في الميزانية يتعدون 24 ألف بمعنى أن المتقاعدين في صندوق ولكن الجدود الذين يغطون هذا العجل لا يستطيعون هذا هو الضوء للنقابة نريد أن ندفعه على توحد المنظام يتوحد في صندوق واحد مع الحفاظ على المكتسابات ومعنى أنهم استمروا تقاعد في القطاع الخاصة لا يوجد حتى معنا موسيقى 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 أولا هذا القانون المتعلق بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المسمى الكنوبس الصندوق الوطني ليس وليد اليوم بل هو نقاش لمدة يمكن نقوله منذ بداية دخول نظام الحماية الاجتماعية لتعميم ديلها على كافة المغاربة بعد القرار الملاكي السامي لتعميم هذه الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين المغاربة هذه الحماية الاجتماعية فيها شقين أساسيين فيها تأمين الاجتماعي الأساسي على المرض للجميع وفيها التقاعد بمعنى التقاعد كذلك بنسبة لكل اللي تشتغل يكون عنده تقاعد بما فيه اللي خدر في القطاع العام أو خدر في القطاع الخاص أو المهن الحرة والمستقلة بالنسبة لهذا الموضوع لتأمين الاجتماعي الأساسي على المرض هو أولا مشروع متكامل والتعميم ديله على جميع المواطنين المغاربة بما فيه الفئة الفقيرة ومن داويد دخلين محدود اللي انتقلنا من رامل الأمو تضامون بمعنى أن توجه ديال أن يكون عندنا صندوق واحد ديال تأمين الإجتماعي الأساسي على المرض ممتال في لاسين أساس لاسين أساس لا عنده غير الموضوع في القطاع الخاص عندها المهن الحرة وعندها أمو تضامون شام بمعنى الفقراء وعندها أمو شامل بمعنى غير صندوق واحد اللي يجمع هذا النظام ديال تأمين الأساسي ديال تأمين الأساسي وتأمين تكملي وتأمين تكملي هو نحضره الوطني ديال تأمين الأساسي واحد الصندوق الوطني المساعدة لتأمين الأساسي وتأمين الأساسي وليس من النظام تأمين تكملي تم لجد التأمين الأساسي وتمر بالطبع دوام هم اللي يديروا الخدمات دي اللاك نوبس اللاك نوبس يخلص بحال شي صندوق ولكن الخدمات كلها ديال تشجيل ديال المنخريطين وديال إعداد ومعالجات الملفات هم التعضوديات الثمانية فيها التعضوديات العملية موضة في الإدارة العمومية والتعليم والبارد والأمن وكذلك الأمن إلى غير ذلك من ثمانية دير التعضوديات دابا وصل الوقت لأنه صندوق هذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي لكنوبس هذه السنوات هو كي عرف عجز الآن بدأ كيستهلك من الاحتياطات المالية دياله إلى درجة أنه الرقم كبير جدا فهذه السنوات كلها الأربعة الأخيرة وإلى السمر على هذا الوضع لأنه عتني النفقات ديال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي بدأت كتزاد إلى درجة أنه المصابين بأمراض مزمينة ومكلفة كيستهلكوا ربعا وخمسين في المئة من نفقات اللي كيديرها لمنع المسترجاع ديال المصاري والتغطية الكاملة كيستهلكوا غير هاد الناس اللي عندهم أمراض مزمينة وغادي بقى إلا بقى على هاد الوضع غادي وصل حالة الإفلاس لماذا؟ لأن الدولة العداد ديال الموظفي الدولة اللي كتخدم سناوين في الميزانية ما كيتعدوش ربعا وعشرين ألف بمعنى أنه المتقاعدين في صندوق تكتروا ولكن الجدود اللي غادي غطوا هاد العجل ما كينش على خلاف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو كيهم واحد شريحة كتر من سبعات المليون ديال غير الأجراء في القطاع الخاص زيد عليه متضامون لتقريبا تاوشي ثلاثة أولا ربعة أولا خمسة المليون زيد عليه تضامون شامل اللي فيه المهن الحرة والمستقلة والأجراء الذين بالطبع ليشغلون في مؤسسة المالية تانيس كنسميهم بمعنى الرقم يغاديوك الكبار إلا هذا هذا الصندوق ديالنا سينساس الآن عنده احتياطة تقدره بالملايير بالعكس وعنده الفائد ما غير نقول عنده فائد يقدر بالملايير إلا خلينا هاد الصندوق في هاد الوضع وغايتأزم وسميته لغاوليه في خطورة بمعنى شكل غاديبها والعدد بالعكس على المستوى الديموغرافي الشريحة الكبيرة هي في المسنين والمتقاعدين هي القاعدة الكبيرة إذا سينساس غين قد الكنوبس بالفعل لأنه اللي غين قد نظام ديالكنوبس هو لا سينساس ولا سينساس غت القديمة في مستوى أكثر علاج لأنه ديما عندها الناس الجدود بالإضافة للمهن الحرة والمهن المستقلة اللي كتنخارط بالإضافة لأمتضامن لربما القاعدة دياله احنا ما عارفينش واش غا تزاد نسبة الفقر اللي غا تقلص لأن الدولة هي اللي كتغطي على أمتضامن بمعنى أن الصندوق لن يعيش حالة إفلات ولكن شنو اللي مشكلة مشكلة هو الفوارق في التعويق الكنوبس كتعود 80% في الخدمات العادية و 100% في حالة بالطبع الأمراض المزمنة والمكلفة سينساس بمعنى الضمان الاجتماعي كيعود فقط 70% بمعنى 10% ديال الفرق في الخدمات العادية الصحية العادية وما بين 90% و 100% في حالة الأمراض المزمنة شنو اللي مطلوب هو أنه مني غنوحدو حفاظ على المكتسابات بمعنى أنه تلي معايير وحدة اللي كتحدد بنسبة الجامع هو 90% نحن نقول 90% بنسبة الخدمات العادية و 100% بنسبة الأمراض المزمنة والمكلفة الجامع المنخارطين يكون موضف ديال الدولة أو أجير في القطع الخاص أو مثلا طريب في القطع الخاص أو محامي أو بمعنى المهل المستقلة والحيرة وكذلك متضامن بمعنى نسبة الفقارة يكون عندهم نفس التعويل ديال 90% الخدمات العادية و 100% بنسبة الأمراض المزمنة والمكلفة لأن الأمراض المزمنة يعيش بها الإنسان والذي قدرنا هذه القضية عاد غا نوصله حقيقة الهدف الأسمى من هذا الشيء كامل هو المطلب الأساسي هو أن الأسر المغربية تقلص من نافقات ديالها للعلاج دابا الأسر المغربية فتخلص 54% من نافقات الإجمالية للسحة خاصة تصل إلى 25% ومن بعد تصل إلى 10% وهذا الشيء قالت والحكومة قالت أن تصل إلى 25% لم تصل لتوش باقي المواطنين المغاربة والأسر المغربية نفقات العلاج التي تقدم نجيبها 54% بمعنى شكي يغطيه هذه الصناديق تأني لا شيء لأن حتى الصندوق المغربي عفوا الصندوق الوطني المنظمت للحتيات الشباعي بدل ما يرد 8% من ما يرد 30% وعلى 3 شهور وعلى 6 شهور وعلى سنة لأنه عنده عجز مالي وعنده صعوبات لتغطية نافقات العلاج بحكم أن التركيبة الديمغرافية عنده أغلبية قاعدة ديال المتقاعدين والمسنين وبالطبع الموضفين الجدود المنخرطين الجدود ضعيفين جدا ورزمونك بالنسبة لها السنة هذه هذه كل الأساتذة التي كان مفروض عليهم نظام التعاقد سيدخلوا لنفس النظام بالطبع كانوا مفروض أن يكونوا في الأساس سيدخلوا لصندوق المغربي التقاعد ولكن من بعد سيدخلوا لهذا وحدة النظام أساسية بالنسبة للمواطنين للمغاربة يكون عنده منظام موحد وهذه رأى جاربه العمل في جميع دول العالم كان يسمى بمعنى تأمين الأساسي عندنا في صندوق واحد كذلك التقاعد اليوم عندنا مشكل كبير بالتقاعد والحكومة دابا لانتا تستعد دعو تاني تدير إصلاح دير التقاعد على ظهر من؟ على ظهر الموضفين الدولة وبالطبع الجماعات المحلية لو كان عندنا صندوق واحد ما رأى نتحوش في نفس المشكل عندنا ربعات صندوق التقاعد وكل صندوق عنده نظام عنده سون رجيم هذا كي يعوض بك هذا هذا كي يعوض بك هذا دابا في الناس ديل القطع الخاص اللي هما ضايعين على خلاف تأمين الصحي تكون تتأخذ في القطع الخاص ثلاثة المليون في شهر ربعات المليون في شهر ولكن من تخرج للتقاعد السقف والسالة في درهم أغلبي الصاحق اللي كانت عندهم أجور عليا كي يأخذوا ربعالة في درهم ديل التقاعد بمعنى بمعنى هذا الأجر ديل المعاش على خلاف صندوق المغربي للتقاعد صندوق المغربي للتقاعد رغم المشروع ديل بن كيران قانون اللي أضطر وانقص من القيمة ديل المعاش كي يبقى أفضل بكثير على الصندوق الوطني للضمال الاجتماعي لأن الناس ديل الصندوق الوطني للضمال الاجتماعي اللي مشغلين فيه التقاعد ديلهم هزيل وهزيل جدا هذا كذلك مطلب ديل لوحدة ديل النظام ديل التأمين الصحي ويكون صقف محدد ويكون تقاعد كريم بمعنى أنك سنطلعوا من هذا ديل السين أساس باش يطلع لنفس المستوى ديل الصندوق ونوحدو الصندوق في صندوقين في البداية باش نوصل لصندوق واحد ديل التقاعد بحالك تأمين صحي باش نهضروع لحماية اجتماعية لكتضمن الكرمة ديل المغاربة لأن الحماية الاجتماعية ما خصتاش غيب الموظفين أو الأجارة بل هي كتهم الجامع لإذا هذه المراجعة وهذا المشروع ديل الحكومة رات تعطلت فيه كل ما هناك ما خصناش ننسى أن التعاضدية اللي لعبت واحد دور تاريخي في ضمان تأمين صحي للموظفي الدولة والجامعة الترابية والمؤسسات العمومية خصهاد نخرج واحد القانون ديل التعاضد رهوة وحلف البرلمان هذه ثلاث سنوات خصت نفض عليه الغوبة يخرج هذا القانون ديل التعاضد باش هالتعاضديات يلعبوا الدور ديل التأمين تكميلي رحم جاربه العمل في جميع الدول ويلعبوا الدور ديلهم على أساس أن الدولة تمولهم تعاونهم والشريك والمؤسسات العمومية حيث الصندوق الوطني للضمان الشيماعي ما فيش غير الوزارات في واحد العداد ديل المؤسسات العمومية وعندها مداخل قوية بمعنى خصت دعمها التعاضديات باش فقى هذ التعاضديات تتقوم بالواجب ديلها والرسلات ديلها ولكن فيما يتعلق بالتأمين تكميلي وتلعب الدور ديلها كذلك في مساعدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القيام برسالته لأن القاعدة ديله ستقول لابنك أن نضر على 22 مليون ديل المغاربة بمعنى أن المغاربة كلهم عندهم تأمين صحي والتقاعد وفي مكاين هذا الشيء في واحد الصندوق وخصتان حرب الفساد لأن هذه المؤسسات كلها عرفات ملفات ديل الفساد الكبيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي ملف ديالورا كانت فيه العداد ديل المتابعين لأنه فيها ديل مليار ديل الدراهم اللي تسرقت منه كذلك الصندوق الوطني اللي منظمت الاحتياط الاجتماعي لأنها تحددت على مئة مليون درهم اللي خرجات من تعدو ديال وما مشاتش لهذا الصندوق تهوى عرف سنوات ديل الفساد وديل المشاكل لهذا راهي اللي بغينا هذه المؤسسات سواء ديل تأمين صحي فلاسي ناساس أو كذلك ديل تقعود تعيش وتعطيب تلعب الدور دياله أول شيء هو الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد ثم محاربة ناب ديل المالية ديل الدولة وديل المنخرطين المطلوب ديالنا ديمة كنقبات وكمجتمع مدني هو الحفاظ على المكتسبات وكانوا اليوم ما نديروش هذيك المسألة ديال الكيل بيميكيالين أو دو بوا دو ميزيون نحن مواطنين المغاربة موظفين سيكون عندنا نفس تأمين صحي نفس نسبة ديال الاشتراك نفس نسبة ديال المساهمات أو السردع سيرجع المصاريف ديال نفقة العلاج وكذلك بالنسبة للتقعود ما يمكنش يكون القطع الخاص كيديرو واحد البلافون وواحد سقف ديال ستلاف درهن وفي القطع العام ما ينسقط سننوحدو نولي وتناخدو اللي هو أفضل ذوق اللي عندنا أفضل هو صندوق المغربي التقعود هو اللي غناخدو بنسبة لتأمين صحي منين لاكنوبس ستمشي للاساني أساس سنناخدو ما هو أفضل هو اللي كان عند بالطبع عن الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الجماعي لاكنوبس هذا أساسي أنه نطوره ولكن يكون معايير موحدة لا في تعويب لا في نسبة المشاركة هذا ليس نسبة المشاركة أو الخيارات ما بين القطع لاساني أساس والقطع لا يوجد بحل بحل في القطع الخاص المساهمة أجير أنتيار والمساهمة المشخيم دوتيار في القطع العام 50% ومعنش لنحافظ على المكتسب أن الدولة ستعطي لدوتيار بمعنى أكثر والموظف يعطي أنتيار مقارنتا مع القطع الخاص بمعنى التوحيد لمعايير والرفع من نسبة استرجاع المصاريف وكذلك نسبة التغطية ضيف إلى هذا مثلا الصندوق الوطني المنظمة الاحتياط الجماعي وحد العدد دي الأدوية دي السرطان ما كيناش عندها في اللائحة ما كتعودش عليها والطبيب له حرية لأنه يعطي الوصفة الطبية من يمكن أن تفعينا الدوسي على نوع الأدوية تقول لأنه لا تشجل عندي ما كان عود على صفح هذا خطير جدا بمعنى أن كل الأدوية المسموح بها في المغرب أن تباع الصيدليات يجب التعويض عنها لأن الأطيب يشجلوها بالإضافة لهذا كيف في صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط نفس الوصفة الطبية في هذه الوصفة الأدوية هي بعضها هذا يتعاوض بشكل هذا خطير لإجراءات والتدابيع كيف إدارة التي تطبق الحكمات الجيدة ينال مراقبة وما ننسو بأن ينزو في بعض مسحات التي يزور الملفات ويغرر كل الوصفة بحل الذي يغرر كل السنسس لماذا يقوموا بعمليات مزورة وهذه حالة اكتشفات الوصفة الوصفة حالة النظور التي كانت مشهورة لرجول تعليم مع مرور ودخل الوصفة وصبح دوسي في 21000 أو 30000 درامبي وإنه عملية جراحية مع مرور وصل الوصفة بالإضافة لتزوير الفواتير الطبية لهذا لدينا إشكالية كبيرة فيها تصوير فساد غياب الحكامة لا يمكن التهم أشخاص تقول التاريخ المؤسسات حابل بالاختلالات والفساد والذي نريد أن نحفظ على الديمومة للنظام وعلى أساس تقعد كريم وتأمين صحي متكامل لجميع المواطنين المغاربة يكون متضامن وليكن في القطاع الخاص وليكن في القطاع العام يكون كل شيء موحد ولكن يكون في مساوى لكل بالحاجيات دي المواطن الإجابي فيه هو هيئة تدبير دي النظام تأمين الإجبار الأساسي عن المرض في هيئة واحدة في أفوق أنه نفس الشيء يوقع بنسبة النظام التقعد والذي عندنا هيئة واحدة لنظام التقعد لأن كل صنادي التقعد في المغرب كلهم معروفين بمشاكل كبيرة وعجز لأنه يتعدى 2028 وكلهم غير دا ويشتاكيوا لأنه ما عنده يمكن غدى من القوش باش نخلطوا المتقعدين وهذه أخطر ولكن لدينا جهاز واحد هيئة واحدة للتدبير غير تكون مهمة جدا كذلك بالنسبة لهذا التحيل في هيئة تدبير واحدة بمعنى أنه ما غير بقش كل مرة يشكلنا واحد صندوق بالعجز وتخسنا نقول الموظفين والمتقعدين يزيدوا نرفعوا لهم المساهمات لا تحيد صناديق على أساس أنه تكون معايير ديال المساهمات وديال استرجاع المصارف وديال تغطية كاملة هذا هو المهم أنه اللي عنده أمراض مزمنة ومكلفة تكون تغطية مئة في المئة لأن هذا من صحي فيه شق تضامني شق تضامني هو اللي صحي يساهم باش يتعالج المريض وفي تقعد هذا اللي خدام كيساهم باش هذا المتقعد هو يحصل على مع تقعد هذا وشكل تضامني بالأجيال وهذا الإيجابية ذي التحيد أنا أنا نقول لتفادي هذه الاختلالات وهذا العجز اللي غدي يمس هاد المؤسسة المستقبالا وعاد غلوا ونقولوا اي واشنو أرى المشيو الموضفين والمتقعدين خسومي يزيدوا في المساهمات لا ما يزيدوا لا في المساهمات بل بالعكس خسومي يمشيو ويحافظوا على المكتسابات على أساس أنه تولي لدينا مع يرموح هذا في صندوق واحد وهذا هو اللي جاري به العمل في العديد من الدول الديمقراطية والمتقدمة بمعنى نرى مش اجتهاد ديالنا ولكن هذا يجي في إطار كما قلت في إطار المشروع الملكي اللي هو تعميم الحماية الاجتماعية على كفة المواطن المغاربة لمحاربات هذه القضية الفقر والهاشاشة إلى غير ذلك من الظواهر دي المجتمع اللي معنك الفقر 34% وهذه كلها عوامل مؤترة لهذا هالتوحيد ديال الصناديق لا دير تأمين صحي ولا دير تقعد أعتقد سنتفدوا بها هذا العجز اللي كل مرة يجيوك يشاكي ويقول لك أران صلح ودفعنا مهددين بإصلاح صندوق المغربي للتقعد عاودتان يالله سألها في الحكومة بن كيران وكانت جريمة في حق الموظفي سنعود عاود الموظفين سنزيدوا في الإيكوتيزات عاود الموظفين سنقلصوا لهم بنسبة لكي يأخذوا ديال المعاش وهذا خطير خصيد توقف هذا هذا أستاذ إيجابي لكن الدمانات نعمل مهدد الطريقة ديال اللي عمل تكون مراسيم اه اه الدمانات ديال هدد الشرط اللي قلت مثلا هو غير مزيان بشروط أنا نحفض مراسيمات فيه لن غير هدد الشخص نقاش مثلا ديال النقابات وضغط ديال النقابات وهذا البرلمان هذا ولا باين ما أنه رغض يكونوا كيف أكثر عن التسلسلات وهذا الدور النقابات النقابات الفاعلة في الحق الاجتماعي والاقتصادي في البلاد الدور ديالها دفع للحقوق ديال المواطنين بمختلف فئة ديال واللي ندب الأنميكي واللي أنا تنقول بأنه راح نظام أساسي موحل راح مبقاش في غير الموظافين والعمال والأطور ديال القطاع الخاص راح هذا نظام ولي يجمع كل شي سؤال واجه وهذا والدور النقابات نحن ندفع على التوحيد النظام نعم يتوحد في صندوق واحد مع الحفاظ على المكتسابات وهو إيجابي وأفضل هو اللي غير تعمم على كل شي محذب اللي هدرت على التقاعد من العار أنهم استمروا أن نديروا تسقيف ديال التقاعد في القطاع الخاص ما عند اعتمعنا كيف أنا موظف القطاع العام مثلا كان أخذ تقاعد في نسبة كذا وكن جير القطاع الخاص الذي عنده أجور طال عقار أحيانا وكن ديال لي تسقيف علش ما ديال لي تسقيف وفي الخير فتاذك تسقيف ديال سلاف دران ما يحصل إلا على 4000 دران ولي هذا لي المتقاعدين في الحكومة تأخذ القرار الزيادة في الأجور معمر تزيد في المعاشية المتقاعد ولي على الأقل يبقى عندهم الإكليب المتقاعد وهذه الدولة الوحيدة درا صدرنا في المنظمة لقنا أن دول الشرق العربي دول الخاليج وتونس ومصر وكذلك في أوروبا تكون زيادة في الأجور بشكل أوطوماتيكي تزاد عند المتقاعدين كذلك نسبة معينة له هذا عفوا هذا العمل هذه البلد الوحيد التي يهمش المتقاعدين هذه زيادة 500 درهم و500 درهم نسبة الموظفة في الدولة يوم المتقاعدين 0 درهم ما ينتدول لهذا منين الدولة يخصي في القاعدة عامة منين نزيد الفئة النشيطة في المجتمع خص نزيد كذلك المتقاعدين لأن هذا المتقاعد يخرج بواحد معاش ضعيف وهذي لأن الحد الأدنى المعاش هو 1500 درهم مع ارتفاع الأسعار اليوم المواد الغذائية والخدمات والمحروقات ماذا تردين لهذه 1500 درهم واش يقري بها ولاده واش يخري بها واش غير كلهم لهذا هذه متقاعدين مهملين ومنسيين من طرف الحكومة عليها أن تأخذ قاعدة عامة زيادة في الأجور تساوي زيادة في معاش التقاعد نهار اليوم لدينا هذا المنطق هذا على الأقل يمكن قلنا لهذك الناس اللي اعطوهم الكثير لهذا الوطن بدمائهم سواء المدنيين أو عسكريين اشتغلوا بكثير وعطاهم من اللي وصلوا الوطن بمعنى بناول سهموا في التعليم في الصحاف في الجيش في كل مجالات ومن هنا نأتي خرجوا التقاعد صافي من سين هذاك صافي إثناء النهاية دي هذا حرام وهذه القضية نقول رأي البلد الوحيد اللي في هذا نقول معك من الأسف أن الحكومة ستبع دورها الحقيقي إلا ستضرع الدولة الاجتماعية وراء الدولة الاجتماعية ستبع العدالة المساوات وتحقيق هذا توزيع العادي للطروات أما بهذا المنطق اللي فيه ديال الكيل بميكيالين بين الموظفين وما بين المتقاعدين وكذا أعتقد أنه يجب إعادة النظار لأن الكرامة ديال الإنسان تقتضي أن الحكومة تحترم هذا الاتزام دياله ترجمة نانسي قنقر